بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم كان الحديث عن الموانع التي تمنع الإنسان من الوصول إلى الله سبحانه وتعالى والتدرج في مدارج الرقي والكمال الروحي وتحدثنا عن ستة مواضيع منها الغفلة والوساوس العلمية وساوس الشيطان ومشاكل والموضوع السابع هو حب الدنيا حب الدنيا المقصود به أن يتعلق قلب الإنسان بالدنيا على حساب الآخرة أو على حساب الدين النظرة الإسلامية للدنيا هي ليست نظرة سيئة لأنه في الدنيا الدنيا مزرعة الآخرة والإنسان المؤمن يستغل وجوده في الدنيا لكي يكسب رضا الله سبحانه وتعالى ويدخل الجنة فإذن الدنيا بذاتها ليست سيئة ولكن السيئة هو أن يتعلق قلب الإنسان بالدنيا يكون مرتبط بها حتى لو كان على حساب الدين حتى لو كان على حساب ارتكاب المحرمات تجاوز الحدود الإلهية هو يحب الدنيا ويتعلق بها هنا المشكلة والقرآن الكريم في آيات كثيرة ينهى عن ذلك ويبين أنواع مختلفة من حب الدنيا أحيانا حب الشهوات أحيانا حب البنين أحيانا حب المال أحيانا حب الجاه والسلطة والمقام وغير ذلك من أمور متعلقة في الدنيا المسألة المهمة في الدنيا وحينما نقول أن الدنيا تسيطر على الإنسان الإنسان يحبها فتشغله عن الله يمثله البعض مثل اللاعبين الذين يلعبون في ملعب رياضي إذا كان اللعب هو الذي يسحرهم فهم أسراء للعب لأنه يحبون اللعب ولا يستطيع أن يترك اللعب كالمدمن على المخدرات الذي لا يستطيع أن يترك الإدمان فالمخدرات هي التي سيطرت عليه اللعب هو الذي سيطر عليه أما إذا كان اللاعب يلعب لهدف خاص لهدف رياضة تربية البدن تربية الروح للنشاط هذا هو يسيطر على الملعب والملعب لا يسيطر عليه هو يسخر الملعب لرياضة بدنه لا يتأثر حب الدنيا هكذا تارتنا الدنيا لأننا نحبها تسيطر علينا وعلى مشاعرنا وعلى عواطفنا وعلى نفوسنا وعذا فيه الخطر يقول حب الدنيا رأس كل خطيئة كما في الحديث الشريف هنا رأس كل خطيئة لأن الإنسان يتعلق قلبه بالدنيا فينسى الآخرة أو يرتكب المحرمات وصولا إلى ما يحب من الدنيا أما الذي يتخذ الدنيا مطية ووسيلة وطريق إلى الآخرة فهو لا يتعلق قلبه بها وإنما يتعلق قلبه بمقدار ما تنفعه في آخرته وكما قلنا أن نظرة الإسلامية للدنيا هي أن ليست نظرة سيئة أو نظرة صوفية بحتة أن الإنسان يبتعد عن كل حياة الدنيا وواجباتها وشؤونها لا ليست هكذا النظرة الإسلامية النظرة الإسلامية للدنيا للإنسان واجبات والواجبات الله سبحانه وتعالى أمرنا بها يعني الإنسان أمرنا بالعمل في التجارة الحلال وعد ذلك كالمجاهد في سبيل الله الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله إذن ليس الكاد على عياله هو من حب الدنيا نعم الكاد على عياله ليجمع مالا على مال ويتفاخر بالأموال ولا يدفع الحقوق الشرعية ولا يصل إخوانه ذاك المذمون من الدنيا أما إنسان يسعى لرزقه فيكون عنده مال يصرف على عائلته فإن زاد يصرف على إخوانه أو يتصدق به في سبيل الله هذا ليس من حب الدنيا هذا من حب الآخرة والدنيا وسيلة لأن إنسان مأمور بأن يصرف على عائلته ومأمور بأن يدفع الصدقة زيما الواجبة أو المستحبة على اختلافها ولكنه مأمور بذلك كذلك لو كان موظفا في أي موقع من المواقع كان طبيبا أو مهندسا أو ما شكل إذا كان فقط لجمع المال للشهرة للتكبر للغرور للمقام فذاك يكون من الدنيا المذمومة أما إذا كان في هذا الموقع لكي يقضي حوائج الناس لكي يحل مشاكل الناس لكي يؤدي دورة في إسعاد المؤمنين خدمة البشرية هذا عمله ليس من الدنيا هذا عمله من أفضل الأعمال الدينية ومأمور بها ويثاب عليها ثوابا كبيرا لو كان الإنسان في منصب أعلى منصب وزير أو منصب رئيس أو منصب مدير في منصب تحت يديه مئات أو آلاف من الموظفين إذا كان عمله أن هؤلاء جميعهم يحاول أن ينظم شؤونهم ووضعهم لخدمة المجتمع لخدمة البلد بما يأمر بالله سبحانه وتعالى وذلك ما طبعا يرضي ضميره وعقله هذا عمل من أفضل الأعمال وماذا كان للتفاخر والتبختر ولا سمح الله أكثر من ذلك للغوش أو الدجل أو الرشوة أو جمع المال أو التفريق بين الناس هذا يحبه فيساعده ذاك لا يحبه فيعرق المعاملته فهذا يكون من الدنيا المذمومة ملكه السلطان أو الكرسي ملكه ولذلك هو متأثر به فهو من حب الدنيا المذمومة أحيانا هذا المعنى يصيب حتى المؤمنين الخلص بالنتيجة الشيطان لا يترك المؤمنين ويحاول أن يغويهم بشتى الطرق المؤمن ربما يؤسس مؤسسة خيرية أو يبني مسجدا أو يبني دار أيتام في البداية نيته قربة إلى الله تعالى فأن هذه المنطقة الإسلامية تحتاج إلى مسجد هو عند مال أو عند جهد أو مقام وبنى مسجد بماله بجهده بنى مؤسسة بجهده بنى دار أيتام بجهده بنى مستشفى خاصة بجهده بس جهده من مال الخاص أو ماله ومال الآخرين هذه بالبداية كانت نيته قربة لله تعالى ولكن بعد أن صار المكان الآن يريد أن يستغل للدنيا يكون عنده منصب عنده جاء والناس تحترمه وتقدره لأنه قام بعمل جليل ويخبر الناس كل مكان ويتصدر المجلس أن هذا المكان لي وعلى المسؤول عنه وكل من يأتي لازم يقدرني ويحترمني ويعرف قدري ويعرف مقامي هذا صار إذن للدنيا وما صار للآخرة لو كانت نيته لله ولا يختلف عنده أنه بنا هو أو لم يبني بل ربما هنا لو لم يبني وينوي الخير كان أفضل على الرواية أنه نية المرء أو نية المؤمن خير من عمله لأنه كان بوده أنه يبنى مسجد المسلمين يسوى ما عنده مال الله يعطيه على هذه النية هذا الود والحب أن يبنى مشروعا خيريا الله يثيبه ولكن من يبني هو عمليا المشروع ويأخذ الغرور تأخذ الخيلاء يأخذ التبختر تكبر على الناس وبهذا يمحق العمل هذا عمل كله نعوذ بالله يباد يوم القيامة جعلناه هباء منثورة وراء نقول يأتي تصور بعض الروايات أعمال الناس في يوم القيامة يقول يأتي شخص عنده جبل من الحسنات يتعجب الناس كم حسنات عنده كثيرة ثم فجأة هذه الحسنات كلها تهوي وتنتشر وتموت ما يبقى منها شيء وذلك معنى جعلناه هباء منثورة يصبح مثل الترابل المنثور في الصحراء وتذروه الرياح لا يبقى منه شيء لأن هذا الأعمال الكبيرة ما كانت خالصة لله سبحانه وتعالى ولذلك الله أزالها قال قلها غير مقبولة لا تنفعه نعوذ بالله من هذا المعنى فهذا حب الدنيا سبعض أنواع حب الدنيا أيضا يمنع مثلا الجهاد باب من أبواب الله ولكن بعضهم كما عبر ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة بدلا اثاقلتم إلى الأرض هنا يدعى لواجب شرعي هو يتثاقل سذاك الجهاد الأصغر يتثاقل منه فكيف إذا كان في مرحلة الامتحان للجهاد الأكبر ربما يكون تثاقله أكثر من ذلك يحب النوم الكثير يحب الطعام الوفير لا يهم أنه كان حلال أو غير حلال فيه شبهة أو بلا شبهة طبعا كما قلنا الإسلام لا يحرم الطيبات بالعكس والمن حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق هذه ليست محرمة ولكن بشرط أن لا تملك الإنسان يأخذ منها بمقدار حاجته ويشكر الله سبحانه وتعالى فيكون قد أدى شكرا النعمة الإلهية لأنه يأخذها ولا يشكر بسهن يغفل ينسى حتى الشكر ما يشكره وبهذا هنا سيطرت عليه الدنيا التذ باللذة التي أوطيت له من الله سبحانه وتعالى عنده رزق وعنده مال وعنده طباخين ويأكل طعام الجيد ممتاز ولكنه ينسى الفقراء ينسى المساكين ينسى نفسه على أقل تقدير يشكر الله الحمد لله الله رزقني ممكن لم يرزق غيره رزقني الحمد لله رب العالم رزقني لباسا أفتخر به أمام الناس أو يكون لائقا به أمام الناس الحمد لله وماذا نسى الشكر هنا يكون مقصر فيكون قد غلبه حب الدنيا عنده بنين متعددين يفخر يتكبر يأخذ الغرور أو ينسى على أقل تقدير شكر الله ما يذكر أن الله سبحانه وتعالى رزقني مثلا عشرة من البنين هذه نعمة كبيرة كثير من الناس ما عندهم هذا العدد أو أصلا ما عندهم بنين الله رزقني وعلى أقل تقدير يشكر الله سبحانه وتعالى فيتحول حبهم للدنيا يتحول إلى الآخرة شكر الله سبحانه وتعالى يثيبهم المال كذلك وكان عنده مال وفير جانب منه حقوق إلا إذا لم تدفع هنا مسئولية شرعية جانب آخر ما زاد عن الواجب سواء كان الخمس أو الزكاة ونالك حق وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم بعض أنواع الزكاة المذكورة والتي حثوا عليه القرآن الكريم هي من الزكاة المستحبة مواساة الإخوان مواساة الفقراء مواساة المساكين وبعد ذلك ما وصل إلى تلك الدرجة يمكنك أنه صار عند حب الدنيا طبعا كما قلنا هناك حالة توازن بين الدنيا والآخرة جاء رجل النبي قال أنه أنا أريد أتبرع بكل مالي في سبيل الله قال أنه ماذا تركت لعيالك وأطفالك قال لا شيء قال لا يسير تتبرع بكل مالك ثم تترك عيالك وأطفالك يستجدون من الناس فقراء هذا ليس صحيح تبرع بنصف مالك ويجعل نصف الثاني لهم ما زال الإسلام يوازن وأنه يعطي كل ما عنده ويبقى عائلته وأولاده فقراء محتاجين للناس لا ولكنه لا يكون جمع مالا وعدده كما يعبر غران يجمع مال على مليون على مليون على مليون على مليون طيب ما تنتهي الملايين ويكون محاسب عليها يوم القيامة ومحاسب عليها في القبر إذا بقيت للورثة والنتيجة ما أدى حق الله فيها فهذا المثموم هو هذا وليس أنه إنسان لا يرتب وضعه أو شؤونه ينقل أن سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه الذي كان يقول لأبي ذر في محاورة قال أنه كم أملك في الدنيا قال أنه إذا نمت أنا مساء ما متوقع أنه صباحا أستيقظ حيا ربما أموت أصلا أنا ما عندي أمل في الدنيا إلا مقدار ليلة فقاله كم أملك كبير في الدنيا قال له أنت كم أمل قال أنا إذا سحبت النفس الشهيق ما عندي أمل أن يرجع ممكن بهذا الشهيق أموت هذا سلمان الذي هكذا أمله في الدنيا كان يجمع زادة كما يقال لمدة عام زاد يعني الطحين للخبز والخبز والأكل العادي يقال له يا سلمان أنت من يقول أن تبقى قال وإذا بقيت ماذا استجدي وإذا ما بقيت صحيح ولكن إذا بقيت حي لمدة سنة أستجدي ما سألت المسألة هناك توازن بين الدنيا والآخرة ولكن هذا التوازن من مقدار الضرورات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها لا بس الإنسان ضروري أن يرعى عائلته مسؤول عن عائلته عن أطفاله عن أخوانه المؤمنين ولكن لا أن يسيطر عليه حب الدنيا سنأتي إلى بعض الآيات والأحاديث التي تشرح هذا المعنى قال تعالى في سورة هود آية 15 و16 من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون نعوذ بالله الله يقول يريد هو الدنيا ويريد زينة الدنيا الله يعطيه في الدنيا لأن الله هنا شاهد حكمته أن يعطي للناس ما يريدون في الدنيا باختيارهم سمح لهم بذلك نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ما ينقص من رزقهم أو ما لهم شيء خليه فعل الدنيا يجمع ما يريد ولكن ليس لهم في الآخر إلا النار نعوذ بالله وقال تعالى في سورة التوبة آية 55 فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم لو أحد عنده أموال وعنده أولاد ليتصور أنه فلان محظوظ وشخصية كبيرة ومهم وعنده شيء مهم لا يقول لا تعجبك إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهقوا أنفسهم وهم كافرون سبعضهم يقول يعذبهم بها في الحياة الدنيا المشاكل مشاكل المال ومشاكل الأولاد وبالمال رعاية المال مشاكل كثيرة رعاية الأولاد وما يصيب الأولاد من مرض من هام من غم يتألم أن عنده أولاد هذه ربما العذاب وتزهقوا أنفسهم من حب الدنيا يلهث وراء الدنيا ما يشبع منها ويصرف كل طاقة وجودة وراء الدنيا وهم كافرون كافرون بأداء واجباتهم وحقوق الله سبحانه وتعالى أو كافرون بالله على درجات الكفر المختلفة أحيانا القرآن الكريم كما في سورة الكاف يعبر تعبير آخر عن حب الدنيا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا مثل الماء الذي اختلط بنبات الأرض وصار هشيم والهشيم تذروه الرياح ما يبقى منه شيء هذا مثل الحياة الدنيا الدنيا يتنتهي بلحظة كل ما جمعه في حياته ينتهي ممكن بلحظة كذلك في سورة الحديد آية عشرين اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد نعوذ بالله فأعبر عن القرآن الكريم قلنا الحياة الدنيا أي حياة؟ هو الحب الدنيا التعلق بالدنيا هو لا أكثر من لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بالأموال والأولاد وهذا كله كمثل نبات يكون مصفر ثم تذروه الرياح وإنت لا شيء وهم وقال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا ولكن بعد ذلك يقول والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل وقال تعالى في سورة يونس آية سبعة إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون نعوذ بالله اطمأنوا بالدنيا غفلوا عن آيات الله أو لا يخسرون دنياهم وأخرهم وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوشكوا أن تداعى عليكم الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكل يوشكوا الأمم وأن تداعى عليكم كما تداعى الأكل إلى قصعتها فقال قائل يعني يأتي الناس من كل جانب ويحاربونكم وأنتم كما يأتوا مجموعة الناس ليأكلون طعام أعداءكم يأتون ويحاربونكم وأنتم في موقف ضعيف فالقائل سأل لماذا ومن قلة نحن يومئذ هل عددنا قليل يا رسول الله ولذلك الأمم تتغلب علينا فقال صلى الله عليه وآله وسلم بل أنتم يومئذ كثير عددكم كبير ليس قليل ولكنكم غثاء كغثاء السيل الغثاء هو الرغو الذي يكون على الماء حينما يأتي السيل هذا لا قيمة له لا أثر له فعددكم كبير ولكنه مثل كثرة هذا الرغوة الموجودة على الماء لا قيمة لها ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن الأعداء لا يخافونكم لأن الله ينزع خوفكم من قلوب الأعداء وأنتم في قلوبكم الوهن قال قال يا رسول الله وما الوهن قال صلى الله عليه وآله وسلم حب الدنيا وكراهية الموت نعوذ بالله الناس يحبون الدنيا فيبتلون بهذا الابتلاء يكرهون الموت يبتلون بهذا الابتلاء وفي حديث آخر ينسب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه إذا كان الإنسان يفكر دائما في الآخرة وهي الآخرة همه وليست الدنيا فيكون قلبه مطمئن وغني ما يحتاج شيء ما يشعر بالنقص ولا حاجة لأي شيء فالله يجعل غناه في قلبه وأيضا يعطيه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة هو لا يريد الدنيا ولكن الدنيا هي تركض وراءه هي تريده الله يجعلها في خدمته ومن كانت بالعكس ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه هو يريد الدنيا ولكن دائما أنت يشعر فقير يعني يحتاج يركض وراء الدنيا عنده ملايين يجل ما زال فقير عنده دور متعددة ما زال يشعر خاجة عنده منصب ما زال يريد منصب أعلى ودائما يشعر عنده نقص ما يشعر عنده كفاية فدائما يشعر أنه فقير فقير محتاج كل ما الله يعطيه ويشعر بعد محتاج عنده أراضي زراعية يريد أراضي أكثر عنده دولة يريد يحتل دولة ثانية بأي درجة أو مرحلة من المراحل هو الدنيا همه فالله يجعل فقره بين عينه وفرق شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له النتيجة يركض راء الدنيا مقدار المقدر من البداية يأتي أما الآخر لا يأتي لو مهما صرف من وقت في خطبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة خطبة 127 يبين حال الناس يقول وقد أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدبارا إدبار يعني يرجع على الخلف يعني الخير يروح يذهب ولا الشر إلا إقبالا الشر يجي ولا الشيطان فيه هلاك الناس إلا طمعا شيطان يشوف أنه سهل يهلك الناس ويظل الناس فيطمع بهم سريعا فهذا أوان قويت عدته وعمت مكيدته وأمكنت فريسته يصور هذه الحالة ثم يقول اضرب بطرفك حيث شئت من الناس فهل تبصر إلا فقيرا يكابد فقرا في هذا مجتمع الناس تتكالب على الدنيا وهناك فقراء أو غنيا بدل نعمة الله كفرا فقراء يكابدون الفقر والأغنياء كفروا بنعمة الله أو بخيلا اتخذ البخلة بحق الله وفرا ويظن إذا بخل بماله يوفر مال أو متمردا كان بإذنه عن سمع المواعظ وقرا هو متمردا ثم لا يقول لك يسمع المواعظ ولا الحكم ولا ذكر الآخرة كانوا إذنه مغلقة ما يريد يسمع شيء أين خياركم وصلحاءكم وأين أحراركم وسمحاءكم وأين المتورعون في مكاسبهم والمتنزهون في مذاهبهم في ذلك الزمان أمير المؤمنين يشكو من وضع المسلمين ولا أدري ما يقول عن وضع المسلمين في هذه الأيام ما هو المذموم من الدنيا قلنا أنه هي العلاقة القلبية الموجبة لأسر الإنسان بيد الدنيا الدنيا تأسر الإنسان بعضهم يعبر عنه عبادة الدنيا بعضهم يقول أنه يكون هذه الدنيا تكون له هدفا وغاية وليس طريقا ووسيلة هي طريق ووسيلة إلى الآخرة وليست هدف فمن أخذ الدنيا هدفا وغاية له هذا هو المذموم من الدنيا نعم الدنيا من الجانب الآخر هي مزرعة الآخرة أو متجر أولياء الله كما مضعمين مختلفة نقرأ في نهج البلاغة الحكمة 131 كلمات رد بها أمير المؤمن عليه السلام على من سمعه يذم الدنيا واحد ذم الدنيا أمير المؤمن يبين له أنه هناك جوانب إيجابية في الدنيا يجب أن ينظر إليها فقال عليه السلام أيها الذام للدنيا المغتر بغرورها المخدوع بأباطيلها ثم تذمها قل أنت تذم الدنيا ولكن أنت مغرور بها أباطيلها خدعتك أنت لم تنظر إلى عبر الدنيا جوانب أخرى أنت نظرت إلى أباطيلها وخدعت بها أتغتر بالدنيا ثم تذمها أنت اختررت بها ثم تذمها أنت المتجرم عليها أم هي المتجرمة عليك قل أنت جنيت على الدنيا الدنيا ما جنت عليك كيف يا أمير المؤمن يقول متى استهوتك أم متى غرتك تتذم الدنيا الدنيا غرتني متى غرتك الدنيا انظر إلى العبر في الدنيا أبمصارع آبائك من البلا أما رأيت أن آبائك وأجدادك كلهم ماتوا وانتقلوا من هذه الدنيا هذه مو عبرة إليك أنت تقترب الدنيا بناك أنه خالد في الدنيا هذه عبرة دنيا رأتك مصارع آبائك أم بمضاجع أمهاتك تحت الثرى أمهاتك أو جداتك تحت الثرى تحت التراب هذه مو عبرة إليك والدنيا أردك ذلك كم عللت بكفيك وكم مرضت بيديك كم مريض أنت كنت تداري وتمرضه بيدك هذه مو عبرة أنه الله ممكن يسلوبك الصحة والعافية فتمرض أتبغي لهم الشفاء وتستوصف لهم الأطباء لم ينفع أحدهم إشفاقك لم ينفع أحدهم إشفاقك ولم تسعف فيه بطلبتك ولم تدفع عنهم بقوتك قد مثلت لك به الدنيا قد مثلت لك به الدنيا نفسك وبمصرعه مصرعك قل الدنيا أردك حالها ومثال لك لك تعتبر أنت ما اعتبرت أنت أخذك الغرور بالدنيا ولكن العبرة لم تنظر لها إن الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار عافية لمن فهم عنها صدق لمن صدقها أو صدقها يعني إذا ينظر جانب العبرة فيها أيضا هي صادقة أردك نائمين في القبور لا يرجعون وكم من غني ثاني يوم أصبح ميتا وترك أمواله وكم من معافى واليوم الآخر كان مريضا وفي المستشفيات يعالد وكم من رئيسا خلع من رئاسته ومنصبي ومقامه وأصبح أحيانا في السجون أو قتل أو وعدم هذه كل الدنيا أردت كذلك أنت لم ترى هذا الجانب وأنما فقط زينة الدنيا رأيتها ولم ترى جانب العبرة فيها أنت اقتررت إذن فهي دار موعظ ودار موعظة لمن اتعظى بها يقول إن الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار عافية لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزود منها ودار موعظة لمن اتعظى بها مسجد أحباء الله الإنسان إذا أراد أن يعبد الله سبحانه وتعالى أن يعبده في الآخر لا يوجد عبادة العبادة في الدنيا فالدنيا كلها مسجد يعني محلل عبادة كل شبر من الدنيا لأولياء الله كأنها مسجد يعبد الله فيها فلا ينتقل إلى مكان ولا يعمل محرم في أي بقعة من بقاع الأرض فالأرض كلها له كأنها مسجد ودار عبادة مسجد أحباء الله ومهبط وحي الله الوحي السماء الذي يأتي به الملائكة المقربون هذا أين يأتي؟ يأتي في الدنيا في الدنيا محل مهبط الوحي ومتجر أولياء الله أولياء الله أين يتاجرون ويشترون الجنة في الدنيا؟ عملهم في الدنيا؟ يعملون الصالحات في الدنيا؟ هذه تجارتهم ويحصلون في المقابل الجنة اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة فمن ذا يذمها وقد آذنت بينها؟ بين الفراق الموت منه اللي يذم الدنيا وهي آذنت بالفراق ونادت بفراقها ونعت نفسها وأهلها هي الدنيا تنعى نفسها بما ترى من موعظة أنت فمثلت لهم ببلائها فمثلت لهم ببلائها البلاء ما يرون من البلاء هذا مثلته لهم الدنيا وشوقتهم بسرورها إلى السرور إلى السرور في الآخرة إنسان ما يرى من السرور هنا الله يعطيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في الآخرة فإذن يتمثل السرور هنا ويعرف معنى السرور في الآخرة راحت بعافية وابتكرت بفجيعة ترغيبا وترهيبا وتخويفا وتحذيرا فإذن هي ترغب وترهب تخوفك أيضا وتحذرك من أن تطمع فيها فذمها رجال غذات الندامة غذات الندامة ربما يقصد من يوم القيامة يوم الحصرة والندامة بعض الناس يذمون الدنيا يقول دنيا شغلتنا يقول ماذا شغلتكم يا دنيا أردتكم العبرة فلم تعتبرون يقول فذمها رجال غذات الندامة وحمدها آخرون يوم القيامة يوم القيامة الإنسان المؤمن يحمد الدنيا يقول الحمد لله جئت في الدنيا وعملت صالحا والآن النتيجة أن أدخل الجنة ذكرتهم الدنيا فتذكروا وحدثتهم فصدقوا ووعظتهم فتعظوا كثير من العبار يذكرها أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم وعليه في شأن الدنيا يعني هناك أحاديث كثيرة نختصرها نقول أن علاقة الإنسان بالدنيا أولا إما تكون الدنيا أكبر همه والآخرة مع ذلك نصب عينيه ففي هذه الحالة هي العداوة والمنافرة بين الدنيا والآخرة مثل الظرتين ومثل المشرق والمغرب إذا تتجه للمشرق فأنت تبتعد عن المغرب وإذا تتجه إلى المغرب أنت تبتعد عن المشرق فبمقدار ما تقترب من نظرتك للآخرة أنت تبتعد عن الدنيا وبمقدار ما تقترب من الدنيا الدنية فأنت تبتعد عن الآخرة القسم الثاني من الناس يجعل الدنيا أمام عينه وينسى الآخرة كليا الآخرة صن خلف ظهره فهنا حالة هي حالة النهي عن الروايات والآيات الكريمة عن الإنسان فقط يتوجه إلى الدنيا وينسى الآخرة الحالة الثالثة أن تكون الدنيا وسيلة للإنسان والآخرة غاية وسيلة هنا عمل ولا حساب والآخرة حساب ولا عمل فهو يتخذ الدنيا وسيلة للعمل الصالح لكي يكسب الآخرة فهذه التي ارتضاها الله لنا سبحانه وتعالى وارتضاها لنا رسوله في حكم أمير المؤمنين سلام الله عليه من نهج البلاغة يقول الناس في الدنيا عاملان عامل في الدنيا للدنيا قد شغلته دنياه عن آخرته يخشى على من يخلف الفقر ويأمنه على نفسه فيفني عمره في منفعة غيره يخشى على أولاده وإحفاد الفقر ولكن يفني عمره في ذلك وينسى واجبات الدينية وآخرته وعامل عمل في الدنيا لما بعدها للآخر فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمل هذا رزق مقسوم حتى بغير عمل الله يعطيه فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمل فأحرز الحظين معاً أحرز الدنيا وأحرز الآخرة وملك الدارين جميعاً فأصبح وجيهاً عند الله لا يسأل الله حاجة فيمنعه صار وجيهاً عند الله كلما يدعو ربه لحاجة الله سبحانه وتعالى لا يمنعه بل يعطيه دعوته مستجابة فهذا الذي ربح الدنيا وربح الآخرة في ماذا روايات تصريح لما قلنا أن الإسلام لا يمنع من الدنيا إذا كانت وسيلة للآخرة أو لأن يؤدي واجباته تجاهها في الدنيا في نهج الفصاحة ليجمع كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أصلحوا دنياكم وكونوا لآخرتكم كأنكم تموتون غدا يعني للآخرة مهيئ كأنه يموت غدا ولكن في نفس الوقت يصلح دنيا بحسب واجباته الدينية وأيضاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعمل عمر مرئن يظن أنه لن يموت أبدا واحذر حذر مرئن يخشى أن يموت غدا هنا عمر مرئن يظن أنه لن يموت أبدا يعني يقول لا تجو لك الدنيا تستعجل إذا واحد يظن أنه لا يموت هذا اليوم أنا ما أربحت بكرة أرباح بعد سنة أرباح بعد مئة سنة أرباح ما تشغلني الدنيا لأنه أنا ظني أنه سأعيش طويلاً وأكسب أحصل على ما أريد في المستقبل فما يكون همي متوجع إلى الدنيا الآن بالعجل ولكن همي إلى الآخرة أنه الآخرة ربما أموت غداً هل أنا مستعد؟ كل أعمالي مرتبة كل حقوقي دفعتها صلاتي إذا عندي قضاء قضيتها حقوق الناس دفعتها للناس تقصير وهذا حاولت أن أعالجه إذا أريد ثلثي بعد الموت يصرف في مشروع خيري لماذا لا أخرج ثلثي في الدنيا وأنا أصرفه يكون ثوابه آلاف المرات أكثر من ثوابه بعد الموت فأنا كأنه بكرة أريد أموت فأنا من اليوم أرتب كل وضعي كل ما أريد أتوقع بعد الموت يسير إليها من صدقة جارية أو علم ينتبع بين الناس أو ذرية صالحة أو أعمال صالحة كلها أعملها سريعاً لأنه بكرة ربما أموت الآخرة نصب عيني وأيضاً في ناجل فصاحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أعظم الناس همّاً المؤمن المؤمن مهموم يهتم بأمر دنيا وأمر آخرته قلنا أن المؤمن لا يترك الدنيا كما أيضاً في تحف العقول على الإمام موسى بن جعفر صلى الله عليه قال ليس مننا من ترك دنياه لدينه أو ترك دينه لدنياه يعني هذه حالة التوازن موجودة في الإسلام دائماً الدنيا بما هي واجبات وحقوق وعلاقات وبالنتيجة يكون الإنسان مظهر مظهر لاعق لباسه بيته وضعه لا بمستوى عموم الناس ليس للتفاخر والغرور والتكبر والاستعلاء لا بمقدار عموم الناس هذا مطلوب لا يكون المؤمن ذليلاً ولا يكون لباسه حقير لا يكون لباسه بشكل اللي يستهجن ويستحقر عند الناس والله أنا أخذ لباس كلش عادي لناس تحتقره لا المؤمن عزيز في الدنيا ولكن لا يكون لأكثر من المتعارف لغرض التفاخر أنا ألبس شيء اللي غيري ما عنده وسيارة عندي اللي غيري ما عنده وبيت عندي قصر اللي غيري ما عنده هذا لا يكون أكثر من المتعارف يكون ضمن المعقول هو مطلوب للإنسان في الدنيا ومسؤول عن عائلته عن أطفاله عن ذريته وعن إخوان المؤمنين وما شكل هو مسؤول في ذلك يعمل يشتغل يكيد ولكن همه ليس لجمع المؤمنين أو جمع الثراء أو جمع السلطان والملك إلى خير همه أن يخدم فيشتري بذلك الآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعمل لآخرته ودنياه حسب ما أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك وأن يوفقنا للعلم وللعمل الصالح وأن يجعلنا ممن تشملهم رحمته في الدنيا وفي الآخرة والحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد وآله الطاهرين اللهم أصلي على محمد وآله محمد وعجل فرجهم